الله سبحانه وتعالى ينادي كل واحد فيكم يقول لك اسألني استغفرني ادعني والله ان الله عز وجل قد اتى بك الى هذا المكان من اجل ان يدخلك الجنة قبل شهر ونص قبل شهر ونص طالعين انا واحد المشايخ الشيخ وليد الدهوان طالعين من جدة رايحين للطايف عندنا محاضرة وانحنا في الطريق قال للشيخ وليد يا نايف فيه ام من الطايف من الحوية لها سبوعين اتكلمني عندها ولد في العشرينات تقول اتمنى يا شيخ تجون تزورونه اتمنى تجون تذكرونه بالله اتمنى يحضر هذه المجالس اللي انتم تجلسونها وتذكرون فيها الله ابغى ولدي يتغير ابغى ولدي يصلي ابغى ولدي يرجع الى الله عز وجل ما ابغى ولدي يموت على هذه الحياة يموت بغير صلاة يموت ببعد عن الله عز وجل قل ليش رايكم مره اش رايك نقابله قل تم دقينا على هذه الام قلنا نبغى نكلم الولد كلمناه قلنا يا فلان احنا قريب من بيتكم جايين من جدة نبغى نسلم عليك اقسم بالله يتوعدنا في مكان في الحوية وقابلنا سلمنا عليه طلع اطيب مما تتخيلون شاب صحيح بعيد عن الله لكنه طيب في رجولة في شهامة في نخوة بعد ما سلمنا عليه قلنا له طالبينك طلب قالوا يبشروا بعزكم قلنا له عندنا محاضرة في الطائف نبغى كتروه معنا قال اسمعوا جيتكم غالية والله لعجيب بجيب ولد أختي وأحضر المحاضرة اقسم بالله رحنا المكان في اكثر من الفين شاب بدأنا المحاضرة نسينا هذا الشاب في نهاية المحاضرة إلا شاب يخطو خطوات خطوات إليه ما جاء وركب على المسرح وحظني يبكي وقال أنا تائب من هذا المجلس وسجد على خشبة المسرح شكر لله اقسم بالله يا شباب إني قبل أربع أيام عزيت أم هذا الشاب في هذا الشاب الغريب مو في الموت الموت كلنا بموت كيف مات تقول الأم والله إني راضي عليه إلى يوم القيامة والله من بعد تلك المحاضرة إنه يسلم على يدي ورجولي صبح ومساء الأربعاء الماضي أخذ عمره وصل الفجر ورجع من مكة للطايف ووجدوه ميت في بيتهم بسكتة قلبية الله رحيم الله كريم الله عظيم الله لا يرضى لعباده الكفر الله يريد لنا المغفرة والجنة الله يدعوك بماذا يدعوك بماذا يدعوك ماذا يريد الله عز وجل منك يريد أن يرحمك أقسم بالله أن نحسن الظن بالرحيم نحسن الظن بالكريم أن الله ما أجلسنا في هذا المجلس وفي هذا المكان إلا وهو يريد أن يقول لنا في نهاية هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدل السيئاتكم إلى حساءات الله يناديك متخيل معايا الله يناديك يقول لك اسألني استغفرني أدعوني يقول هل من سائل فأعطي أنه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له فمن لهذا النداء الله يناديك في القرآن يناديك يا مؤمن يا طيب يا خير الله يناديك في القرآن بماذا يناديك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والله جل وعلا ينادي أيضا في سورة النور ينادي جميع المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبة فلاح شيخ سلطان أسألك سؤال اسمح لي لو قلت لك لي طلب عندك تردني لا ما أقدر أردك طيب لو قلت لك هذا الطلب ولله المثل الأعلى من الله بيكون ردة فعلك الله شي عظيم صدق إن الله يبغى منك شيء يبغى منك حاجة ويبغى مني ويبغى من كل واحد هنا الله يريد أمر الله يبغى شيء الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يبغى من الشيخ سلطان ويبغى من نايف ويبغى من منصور ويبغى من الحضور يبغى أمر يريد أمر بيش الدليل إن الله يريد والله يريد من الذي يريد يا شباب أبغى أسمع من الذي يريد الله ممن كل واحد يقول الله يريد مني أنا بقول الله يريد مني وأنت أقول الله يريد مني عيدها بالله والله يريد والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا